اشتركوا في القناة ومع الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي والفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وسعدت الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوط الخاص لشؤون المناخ وخلال اللقاء وجه جلالة الملك المعظم حفظه الله سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة لعمل ضوابط لتدمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي بمتطلباته واحتياجات السوق المحلي والإضافة إلى وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين كما أشهد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بالجهود المقدرة التي يبدلها المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في سبيل تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحفظها للأجيال الحالية والقادمة منويها جلالته بخطط وبرامج المجلس في هذا الخصوص وأكدت جلالته أن المملكة تول اهتماما كبيرا بتنمية الثروة البحرية وضمان استدامتها وحماية مواردها باعتبارها ثروة وطنية وأحد ركائز تعزيز الأمن الغذائي في البلاد متمني للجميع دوام التوفيق والسداد وقد رفع سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة أسماء آيات الشكر وعظيم التقدير ووافر الامتنان لجلالة الملك المعظم على توجيهات جلالته السامية وعلى دعم جلالته لجهود المجلس الأعلى للبيئة وأخططه الرامية لتحقيق كل الأهداف والتطلعات المنشودة لخدمة الوطن العزيز وقد أثنى سموه بجهود وزارة الداخلية من خلال خفر السواحل في حماية الثروة البحرية وتطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين